يعني تجيبي من الآخرة بس أنا عمال أتكلم على فكرة أنه وكنا بنتكلم ده الحقيقة كتير لبعض الأصدقاء في الأعدات أيام حكم الإخوان اللي قعدوا فيها الفترة دي وما كنا نحكي ده كان يقولوا إيه يا جماعة بلاش أفوارة بقى يعني اللي كانوا مش عارفينهم يقولوا بلاش أفوارة بقى بلاش يقولهم لأ ده احنا على فكرة ما كانوش أريين الفرق بيننا وبينهم يا أستاذ عزة وكنا احنا أريين تريد الإخوان أريمان من سنة تسعة وعشرين أريمان وفكين وهم الحمس للذات غير مبادلين يعني مش بمتاري تاريخهم تعرفين هيعملوا إيه كبيرة وبعض من سنة كبيرة وضعها يعني هم يعني هم مش مثل أسكية ومستكرين فأخطائهم هي هي وطأموراتهم هي هي فكانوا بتزبال نحنا كتاب مشتوح عارفين هيعملوا إيه لكن الناس الثانية اللي كانت يعني متعطفة معاهم أو بيسكونهم أفضلين فرق الوحيد بس إن هم لم يقرأوا فرق الوحيد صحيح ولما عرفوا ولما بحسوا لما أروا عرفوا إنه هي دي حائتهم الحقيقة أو هم أصلهم كمان خد يبالك فيديوهاتهم وقرأهم وكلامهم بقى واضح على الأقل دلوقتي خد يبالك بقى لهم فترة بيطلوا على قنواتهم بيطلوا على قنواتهم الفضائية وبيقولوا كل اللي جواهم فاعتقد إيه ده بقى واضح كان لازم هذا العام كان لازم هذا العام اللي حجمونا فيه على سوية وعسرة وصفة وقصويته كان درس عارفة كده ايه 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 فإحنا اللي احنا قلناه انت عارفة انت عارفة انا حارفة مع الاخوان من سنة ألتين وخمسة امه من ساعة ما حذر ثمانية وترانين كرسي في الفرلمان وانا بكتر بكتر عن عنهم وعن تاريخ نعم عسانا حذر الناس بس سمعني ما يخطر تبالي انهم هيحكموا لحاجة بس بحذر الناس منهم ايه ايه اللي انا كتبت كله لم تستر بنتيج قدر ما اصفرت هذا العام ايه م شاء الله هم حكموا سنة ضاعوا ضاعوا 800 سنة يعني خدموا لنا خدمة العمر خدمة العمر هذا العام العسل يعني هم الدرس الخصوصي اللي عملي بقى بتقوم بالتجنسيون لدرجة للناس بهمة طبيعتهم من غير ما يستروا في 49 من سنة 18 ماشا كده بقولك هم دلوقتي حتى من خلال قنواتهم الفضائية أما تشوفيهم خلاص يعني هم شالوا البرقع وشالوا كل حاجة هم شايلين برقع الحياة من يوم 36 قالوا هنحرقها من قبلها حسن بالضبط من فاس ما مرتفن مقترب انه يخسر في قلبة ولو مرتفن حدامسه هنحرق صحيح وقالوا حيبقى الدم للركب وحيبقى الدم للركب فبقوا مواضحين بالنسبة للناس صحيح الحمد لله الحمد لله والهوية المصرية ما ينفعش الضيع خالص لأنه يعني ده مصر ده وطن مصر عصية عصية مقبية وبالسهل انها تسرق وذا السرقل بترجع على طول ويعني صعب بلد معجزة ومستحيلة يعني صحيح صحيح اللي جاي أحلى وأجمل إن شاء الله ومصر تنهض في وثابات حقيقية اللي ما تشوفش ده يبقى جياز جياز المدارة ومصر تنهض بثابات وقوة تتخيالي إنه في السبع سنوات دول معجزات معجزات المعجزات دي تحصل في مصر بمعنى معجزات معجزات ومصر حتبقى عدد دنيا قريب إن شاء الله يا رب إن شاء الله شكرك حبيبتي شكرا جزيلا الكاتباء والأديبة السيدة فاطمة ناوت خليني أطلع فاصل واتواصل مع حضرتكو بعد الفاصل شكرا جزيلا الكاتب